الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شاء الله نختم بآية من كتاب الله عز وجل وهي من أعظم الآيات في القرآن وهي تكشف ومقياس لحال الناس يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا الآية يا أخواننا ربنا قال حيتحسر فيها بشر من الناس وهم الظالمون والظالمون في القرآن يا أخواننا هم المشركون بالله الزول السوى عبادة لربنا سبحانه وتعالى أدى لمخلوق مع الله سبحانه وتعالى سواء كانت دعاء سواء كانت توكل سواء كانت رجاء سواء كانت الصلاة سواء كانت طواف سواء كانت غيرا من العبادات والعبادات دي كلها حق لله براه خالص فزي ما ربنا قال ألا لله الدين الخالص الزول إذا صرف هذه العبادة لمخلوق مع الله سبحانه وتعالى فهو مشرك وهو ظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا لم يظلم نفسه قال ليس إلى الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك شن يا أخوانا لظلم عظيم فالظلم يا هو الشرك فربنا قال لك الظالم اللي هو المشرك يوم القيام بعض علي الدين والزول في الدنيا إذا تحسر عجلته انكسرت دكان سرقوه بضعت خسرت تجارت خسرت أموال راحت إلى آخر بعض على أصبع لكن دا من الحسرة لأن يوم القيامة اسم يوم الحسرة ربنا قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يعض على يد ذاته ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه ما له مشكلته شنو دار رجع في تجارة فاتته في ناس غشوف في البيع والشراء في مرة دار يمشي الزوجة ربنا قال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول شنو سبيلا يعني يا ريت لو باريت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ما الذي صدك وصرفك عن اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا وربنا جاب لك فلانا عشان تكون صالحة لكل زمان ومكان في امتى يا علماني انت عندك يوم اصبر لنا بس فهنا ربنا جاب فلانا عامة عشان يخش فوق اي زول رأسي في الضلالة لانه هي اصلا نزلت في ابي كما قال العلماء ابي كان صاحب للرسول صلى الله عليه وسلم او عقبة كان صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مشى التجارة وجاء راجع وزمان كانوا لما الواحد يجي راجع بعمل وليمة عمل وليمة ودعى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يسلم فقال لا اتيك حتى تسلم فاسلم فجاءه ابي وفي رواية اخرى غير ابي قال له انت اسلمت ليه خلت دي نبواتك قال له الله انا زل جا في بيتي وقال لي انا ما باكل اكلك ده الا تسلم شوف الكرم ده كيف شان ما يقول شو يقول لك النازل الكريمين نفترض انه كريم مع انه بشل قروشك حق تلبيات التليد بيقول بيشتري بيه وكسرة بأكل اكلها عصيدة مرة بقول شك بها لكن نفترض انه كريم ديه كانوا كرم فمن كرم قال له والله انا زات الاسلام ده بخش فوق عشان تاكل من الوليمة ديه فلما النبي صلى الله عليه وسلم اكل وخلاس انتهى جاو المجرم داك وقال له ليه صبأتا فماشا قال له والله انا ما بخليك لحد ما تمشي ليه محمد وترد عليه دينه وفي لفظ قال له لحد ما تبسق له في وشه فبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع اليه بصاقه فوقع في وجهه فكانت سوداء حتى مات فدبقوا اليوم القيامة ليتني لم اتخذ ابيا خليلا لكن احنا في السودان اتضلان ابي ابي قال لنا سار الليل للقرد قرش لا لوب وفرش اسمه الحبوب اسمه الاقبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش قولك صلي عليو صلي على مني انت فياتو اوش من القشات ديه فياتو فين بتصلي عليو انت ها المديحة اللي بيجيبو ده اخوانا كله شرك الايام دي لا فين بي متحى سلام عليك احمد يا حبيبي والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا ما في شك سلام عليك يا مسكي وطيبي لكن بعد داك فيه الكفر جاي قدام قال سلام عليك يا كاشف الكروب وربنا عز وجل قال ربنا سبحانه وتعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وغير من الايات الكثيرة ويقول لك سلام عليك يا غافر الذنوب وربنا قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اهل الاية قال شنو ومن يغفر الذنوب الا الله اي ولا احد يغفر الذنوبة الا الله وجاء في حديث شداد بن اوس رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار وفي نهاية الحديث قال فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوبة الا انت فدا الورطة الليلة الزولة المساكلة والطريقة ومشى الموالد موالد يا اخواننا ما عنده علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا عنده علاقة بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة بتلقاهم مفرقين القادرية 12 قادرية عركية وقادرية صابونابي وقادرية بادراب وقادرية ما عرف ليك كباشية ومكاشفية وقادرية ما عرف ليك فقرة وقادرية كثيرا تجانية تربية وما تربية تلقى بيجاي ختمية جنع علي المرغني ختمية جنع حمجكو فيمتا؟ عرفتا؟ وتلقى فوقا سمانية طابت سمانية برعي سمانية كريدا سمانية وأحمد البشير وغيرها تفرقا وأي ناس خاطين الصورة بتاعت الشيخ فوق يقول لك مدد يا سيدي فلان ليش يخطط طريقة طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة معنى المولد ده ما محي الملائكة إلا ملائكة عذاب لكن ملائكة رحمة ما بيديوه ده ما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبدع وضلالات واختلاط وكذب على الله وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وقدح في العقيدة وغير من الضلالات الموجودة الآن في الموالد ولذلك أخواننا الإنسان لو دائر يمشي لي ربنا سبحانه وتعالى وربنا عز وجل يقبل منه العبادة عليه أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ينجح المسلم ويفلح في الدنيا والآخرة ما يتورد زيده ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر ضيع من القرآن بدل ما يمسك في القرآن ماسك في المدايح وفي القصائد وفي الطرق وفي المشايخ وغير من الباطل والضلال بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا العلم قالوا وهذه شكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أمته يوم القيامة في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بيشكوهم لي الله النازل ما بتعين بنقو ولا بتعين حفلات ولا بتعين هجيج رقيص ناس بيصلوا في المساجد في الصفوفة الأولى ومعلقين الشعار بتاع الولاية والصلاح والمشيخ والدين بيجي بيشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لربنا فما بالك ده المصير ما هيكون وين ده بيفلح ده بينجح ده بيدخل جنة ولذلك أخواننا انت خلي عبادتك نجيضة ما تلعف فيها ما تعبد الله بالبدع ما تعبد الله بالضلالات ما تعبد ربنا سبحانه وتعالى بالكذب ما تعبد ربنا بالمحدثات ما تعبد ربنا بالطبول والكشاكيش والرقيص الذي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وتقبل سعيهم واختار سبيلهم لمن جاء بعدهم فمن كان على هديهم فهو على الصراط المستقيم ومن خالف طريقهم فهو متوعد بالجحيم والله يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق والرشاد ونذكر الناس بالمحاضرة بعد المغرب في مسجد البخاري بارك الله فيكم جزاكم الله خير